السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بالجميع اليوم اخواتي جبت لكم مقروض الكوشة يعني المقروض طاع الشرق الجزائري سهل بسيط وسريع جدا مكوينته بسيطة وخدمته بسيطة وشوه يحب وكان عنده مراحل لازم يفوت بيها يعني لازم تبعدوا كل مراحل باش يصلحنا ويخرجنا مقروض انتع الصهر اللي هنا مش عندي عندي زوج كيلة تونس من السميد النورمال عادي جدا انا اللي هنا درت سيم وعندي مغرفة ملح وعندي سمن كيلة وحدة وما زهر والماء فقط هذو هو ملح ويشتاع المقروض اللي هنا سميد انتعي ما هوش هذك الخشين خلاص وما هوش هذك الرقيق خلاص العادي جدا كما راكم تشوفوا عندي زوج كيلة تنعود زوج كيلة تتع سميد اللي هنا عندي سمن ما غليتوش يعني حطيت وبدأ يضوب كيلة يضفت عليه وحطيتك وما زلتوا تشوفوا بليكان اللي ماذا باش نبعد نخلطه مع بعض ها فقط باش يضوب انا اللي هنا درت السمن على هذك ما ذوبتوش ملح انتو ما اذا درتو الزبدة ذوبوها وخليوها متضحط باش يحبط هذا كل ما انتحل تحت وهو يعني بسمن احسن واحسن اللي هنا مش ندير نخلط ساعة هذك دقيق في بعضها باش تدخلوا هذك الملح ومن بعد انفرغ عليه هذك سمن اللي هنا السر الاول باش يجيك المقارض بتاعك مليح لازم تخدمي سمن ودقيق تدخلي وفي بعضها هم مليح ان اللي هنا نخدم بفردي تختك شراني نصور فقط يعني هاو نعتكم الطريقة كفه تدخلو السموغ تسمغوه مليح ترجحت نحسو ان كل حبيبة من هذك السميد اراه وكي تسمغ ونخليوها على جانب نروحو عند الغرس تاعنا الغرس تاعنا ترحى خطرتين فرحة تاع الغرس ولا تاع الحم راني رحيتو خطرتين حتى نطرع ولا هنا واش ندرت لو حكمت عندي شوي جلجلانية حمصتها ونقيتها غسلت وحمصتها عندي القرفة وعندي شوي سمن يعني اللي هنا اللح ساعد للجلجلانية والقرفة ونعجنهم من بعد كيدخلو في بعضهم نزيد الهم هذك المقارض بتاع سمن ونعجن مليح السمن هنا يطر هذك الغرس ما يخليش من بعد ينشف في الطياب يعني هذا السر الثاني باش يجيك المقارض انتاعك يذوب في الفم يعني من العجينة الى الغرس اللي هنا بعد ما اجنتم اللي حكم تشوفو كي نحط يدي تحبطوا حدها حكم تشوفو نحاول نشكل حرابيش ونحطهم ونغطيهم بالسيلوفان حتى نبدأ نخدم دقيق انتاعي ونبدأ هذك الساعة نرفض منه ونرفض منه هذو ما وش جانية الغرس التاعي اللي هنا هنغطيه ونحطوه على من جنب ونروح نحكم من هذا السميد انتاعي اللي سمغتو مليح نبدأ ندير الماء في نفس البول تاع دقيق ولا تاع سمن ونبدأ ننبل بشوية ما لازمش نبلل العجينة كامل يعني هذا السر الثالث تاع المقروض بش يصلح لكم ما تبلوش العجينة كلها على ضربة لازم نبلوها يعني كل حربوش نبلوه على حدا باش معرفو قيس البلول اللي نحبوه واللهنا السميد انتاعينا باش يكون في معلوم كومره وشرب لي يعني يشرب بزاف لهنا الأخوات اللي سمغتي الدقيق انتاعك مليح وخدمتي السموغ تاعك مليح يعني حاولت يدخلي هذك السمن ولا زبدة في الدقيق مليح مليح ما تخافيش حتى ويشرب من بعد يتلقي السموغ تاعو هذك ويجي تفتت اللي هنا اراني ندير حرابي شبرك المهم يعني ان ندخل شوية برك يعني نخدم البودن تعغير شوية برك ونحطوه في بلاتو علاجه نبو نغطي حتى هو باش ما يزيد شي نشفلي هني قلت لكم الدقيق تاعي يشف بزاف والمهم هو لازم تغطيه حتى هو ما ينشفش الدقيق يغطيوه احسن واحسن بعد نجب دطرف اللي نحب نديروها هكم تشوفوا اللي هنا كيفا ونزيد نبلو يعني انا اللي قدرتو بلاتو خفيفة فقط يعني ما ظهروا الماء بليت به العجين كامل يعني بلاتو خفيفة فقط ومبعد كل حربوش نبلو وحدو متمنى ابركلكم تفهموني والصورة را يتوضح اكثر واكثر المهم اللي هنا تشوفتوني كيف هراني نبل فيه ومبعد نحاول نفتاح كي نفتح ندير في النص هو ليكون شوية هابت ومنه ومنه نخليهم رقاط باش كي نجملهم عند بعضها يخرج للحربوش التاعي سوا سوا ويجيني الغرس نتاعي من بعد كي نحاول نخدمه يجيني في النص هذا ثاني السر الرابع تاع المقروض اللي هنا كي نكمل هاد ليبودن كمنديرهم ونحطهم في البلاتون تاعهم نبدأ نخدم بالواحد لثما وانت بدأ الخدمة نتاعي وطريقة وضع الاصابع في هاد ليبودن هي اللي تحدد لك شكل الغرس الداخل في المقروض الداخل ها هما كي اللي هنا كي خدرتهم هذا كل يبودن ولا الحرب يشكل عد كيفية يسميهم المهم هذو كيفية هدرتهم نبدأ نجيب بالول ونبدأ نخدم أنا اللي هنا هما مخشن بزاف لازم كي تخدميهم اللي هنا يرجعوا ها كي ما راكم تشوفوا ندير بصبعتيا الابهم دي ما يجي تحت العجينة هاكم تشوفوا كيفها دي ما تحت العجينة باش يضم الطرف اللي منه يجي والتحت والغرس يجيني في النص كي ما راكم تشوفوا منع الجوان ونحاول نديرو حربوش اه رقيق وطالع شوي يخشي باش كي نحط علي هالطابع هذا كوي يجيني سوا سوا يعني ما يهبطش بزاف وما يبقاش طارع بزاف باش كي يطيب يطيب على حبة هذا هو النقاش اللي درت وانا درت النقاش اللي قديم منتا انا ولا غير تعزمان وانا درت حتى مقروضي تعزمان انا في ما فات في فيديو فايت درت معاكم مقروض بريستيج تا هذا الوقت اللي انا نقشوه بالنقاش هذا الصغير اليوم انا حبيت ندير مقروض منتا ازمان ودرت كمية قليلة بلاتو بركتاع الكوشة تا الضعب لان يعني غير انا وراجلي بركتلي نشتيوه كي ما راكم تشوفوا اللي هنا كيف هرا ننقص فيه نقص فيه بلاعقة ونخدمو نحاول هذو كي يخرج الوذينة انا نقول لهو نحاول نخدموه بصبعتين ندخلوه اللي هنا كي ندخلوه صبعتين نحاولو ان ما حطوش الصبع انت على تحته بزاف باش ما يديرناش اللي تراسط على الصبع راكم تشوفوا كيف هجاء الغرس على جانب واللهنا الحبيبات اللي ما همش معدولين شوية يعني الحرف يعني في البودن بعد يكونوا هما حرف البودن نحطوهم في حرف البلاتو اللي هنا ثاني المقروض لازم نحصروه عند بعضها باش الغرس هذك ما يتحركش هذو الطرف اللي نحو فيهم راكم تشوفوه فيه كفران ان كيف في الغرس وحده وفي دقيق وحده يعني في العجينة وحدها باش مبعد اذا لقيت العجينة خرجتلي بزاف نزيد ندير النطق بودن وهكذا هذا هو المقروض دانا الطريقة بسيطة سهلة جدا وتقدروا تخدموها من اول تجربة يصلح لكم كي يتبعوا لي زيتاب اللي اعطيتهم لكم راكم تشوفوه في الغرس كيف هجاء في النص يعني اللي هنا بشو هنقول لكم يعني اي قاطو ولا اي حاجة درناها يلو كان تبعوا لي زيتاب تحاني اللي هنا دي منعت لكم غير جيهة وحده ونخلي جيهة الثانية لاني قلت لكم بليو في الجيوي في زوج وخرج كيف كيف قلنا اللي هنا كي منعت لكم لي زيتاب تبعهم ان شاء الله تخرج فيه ويصلح لك من اول تجربة هاو كي البلاتو التاعي كيف هعمرتو هذو اللي قلت لكم اللي يجيو في الاطراف تاع البلاتو اللي هنا النصيحة الاخيرة بش يصلح لك المقرود تاعك لازم نفور تاعك يكون سخون بزاف يعني تكوني طيبتي فيه من قبل مثلا قاطو بيتزا كيك اي حاجة خبز تكوني طيبتيه وما تطفيش عليه وتلوحي له اه وتلوحي هذا المقرود يعني بعد ما يه بعد ما تخرجي ذاك الشي اللي كنتي طيبي فيه قبل دخلي المقرود واذا ما كنتيش طيبي فيه تخليه على الاقل نص ساعة وهو يسخن على الاقل اعلى درجة تلوحي فيه نص تاع الكوشة اي طيب لك ان شاء الله كي تشوفيه سفار على الجهتين تخرجيه تهبطه التحت وتشعلي الفوق وتخليه يسفار لك الفوق انا اللي هنا اني نحب الحاجة تكون حمرة كم تشوفوا فيه على هذا كديما نزود شوية طياب ولكن هم واللي تحب تجي من مقرود اصفر اني قلت كي تشوفيه سفار على الجوانب بزايد عليه طيب تشعلي له من الفوق يعني حمار شوية سفورية تمشي لحمار هذا هو مقرود اليوم اتمنى ان شاء الله يعجبكم وتجربوه وتردو لي والسلام وختام